مساء الخير شباب اليوم بين إيدينا لابتوب الـ HP Victus 16-D1013NX سنتعرف بهذا الفيديو على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الإقلاع الخاصة بهذا اللابتوب بالبداية أصدقائي للدخول للبيوس الخاصة بلابتوبات الـ HP بشكل عام الضغط على زر البوار ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F10 زر F10 بيفوتني على البيوس الخاصة بلابتوبات HP بالواجهة الأولية من لاحظ التاريخ والوقت ومواصفات الجهاز بشكل عام بنتقل عن تبويب السيكوريتي واللي بداخله فيني حط باسورد على البيوس أو باسورد على الهارت قبل الإقلاع والوصول إلى الويندوز وطبعا بهذا المكان فيك تعطل خيار الـ TPM Device عن طريق هذا الخيار available بيكون منخليه بحالة hidden إذا حبيت هذا الموضوع بنتقل لتبويب الـ Configuration واللي بداخله خيار مهم جداً اللي هو الـ Virtualization Technology لازم تكون بحالة الـ Enable لحتى تدعم جميع محاكيات الأندرويد أكيد الـ Hyper Threading لازم تكون كذلك الأمر بحالة الـ Enable عندي خيار الـ USB Charging طول ما لموصولة الكهرباء فيه حتى لو مطفق الجهاز بإمكاني شحن الجوالات أو الأجهزة عن طريق هذا اللابتوب وما ننسى خيار الـ Fan Always On أنه المراوح تظل بشغالة بشكل دائم لأنه هذا اللابتوب من فئة الجيمينج ونحن مضطرين لتبريد كامل لهذا الجهاز بنتقل عن تبويب الـ Boot Option وبداخله خيار مهم جداً الـ USB Boot لازم خليه بحالة الـ Enable لحتى أقلع عن طريق الفلاش ميموري لحتى ثبت ويندوز داخل خيار الـ UEFI الـ Boot Order فيني أختار الأداة اللي بدي أقلع عن طريقه إما فلاش ميموري CD-ROM USB خارجية وما إلى هناك طبعاً هو ما فيه CD-ROM ولكن القصد CD-ROM خارجية طبعاً من لاحظ أنا عندي الفلاش ميموري موجودة بالأسفل فيني أرفعها ونزلها عن طريق الـ F6 صعوداً والـ F5 نزولاً فيني خليها أنه هي الخيار الأولي للأقلع وهذا الشي بشكل دائم بشكل دائم طبعاً ممكن نساوي هذا الشي لحتى ثبت ويندوز وبعد ما خلص تثبيت الـ Windows برجعها للأسفل عن طريق الـ F5 وأكيد لازم يكون الـ OS Boot Manager هو بالبداية ببداية الأقلع لأنه هو عليه الـ Windows بنتقل للتبويب الأخير الإجزاية اللي بيقلبه الحفظ مع الخروج الخيار اللي بعدل منه عدم الحفظ مع الخروج وعندي الخيار اللي بعدل منه Load Setup Default عمل ضبط مصنع للإعدادات بشكل عام وإعادتها لحالية المصنع طيب لنفرض أصدقائي أنا بدي أقلع عن طريق الفلاش ميموري دون الدخول للبيوس كلياً أنا ما بدي أعدل شي داخل البيوس إنما بدي أقلع عن طريق الفلاش ميموري مباشرة وثبت ويندوز هل في حاجة للدخول للبيوس لأ ما في حاجة راح أضغط F10 لحفظ جميع الإعدادات اللي عدلت ورح نفترض أنه أنا شغلت الجهاز من البداية أو عادت تشغيل بشكل عام بعمل يس لحفظ الإعدادات وإذا بحب عن طريق زر الـ F9 زر الـ F9 شباب بيفوتني على قائمة الـ Boot Menu الخاصة بجميع لابتوبات HP من هاي القائمة شباب ما في داعي لفوت للبيوس لحتى ثبت ويندوز أو لأرفع الأداة اللي بدي أقلع عن طريقها مثلاً وخليها بشكل دائم مرفوعة فيني من هذا المكان اختار الفلاش ميموري مباشرة واضغط انتر لحتى ثبت ويندوز عن طريقة فوراً أو فيني اختار الـ SSD لحتى أدخل للنظام بشكل مباشر واضغط انتر شكراً لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية ترجمة نانسي قنقر